ايهما افضل ان يمسح المسلم على الجوربين او ان يخلع الجوربين ويغسل قدميهم الجواب الافضل بحسب حال القدمين بحسب حال القدمين فان كانت القدمان مكشوفتين فالافضل هو غسل الرجلين وان كانت القدمان عليهم جوربان وقد لبسهم على طهارة فالافضل هو المسح فالافضل اذا للابس الجورب المسح اذا كان قد لبس الجورب ولا يخلع الجورب لاجل ان يغسل رجليه والافضل لما ان كانت رجله مكشوفة ان يغسل رجليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة بعض الناس يلبس الجوربين على طهارة لكن يخلع الجوربين ويغسل رجليه يعتقدوا ان هذا هو الافضل وهذا خلاف الافضل الافضل انه اذا لبس الجوربين على طهارة ان يمسح عليهما لان هذا قد وردت به السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم